السلام عليكم يا شباب الفيديو ده خاص بإضافة جديدة خاصة بالريال بوس اسمعت راكم الريال بوس طيب ليه علاقة بنقط الار بي وازاي تقدر تستخدمها اول حاجة بالنسبة ان في كانواك كتيرة تلعت شرعت عن الإضافة دي بس شرعت عنها بطريقة غلط ففي ناس كتيرة ممكن بطريقة دي ان هي تخلي نقط الريال بوس على اساس ان هي هجيلها السيزون اللي جاي فاول حاجة انت بتجيب الإضافة دي منين او عرفنا ان الإضافة دي تنزل عندنا في السيزون اللي جاي اول حاجة انت بتخش على اي موقع رسمي تبع الشركة سواء فيسبوك سواء تويتر انستجرام بتروح على الباتش نوتز الخاص بتحديث 1.0 او اهم الإضافات اللي بتنزل في التحديث كله بعد كده بتنزل على النقطة الخاصة بالريال بوس السيزون الجديد اللي هو سيزون 15 تمام هتلاقي في النقطة دي في خمس نقطة جديدة تعدلت في الريال بوس بنحسل واجهة فانيك خلينا نقل 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 نق تكسبها بعد السيزون عن طريق المهمات اللي بتعملها ان النقط دي كلها تتحول لك السيزون اللي جاي وده الكلام اللي اغلبية الناس شرحته تمام بالنسبة للناس يعني الكلام كان انجليزي بتاع النقطة الخامسة دي اللي موجودة في الباتش وللناس فهمتها غلط ان النقط اللي انت بتكسبها طول السيزون مجرب ما انت تخلص السيزون تفاول الاربيه وصل مية بعد كده النقط اللي بتكسبها اللي موجودة عندك هنا ان هي تتحول لك السيزون اللي جاي لكن الكلام ده غلط فمعنى نظام تراكم الاربي ده ان بين المواسم اللي هو بين قفل الاربي وفتح الاربي الجديد ان انت لو اي حاجة ليه علاقة بالاربي مثلا فتحت السنديق 10 سنديق مثلا كلاسيك جيل الاشتراك اللي هو براين بلاس النقط اللي بتاخدها كل يوم معنى ان النقط دي هتتراكم عندك تتجمع وهتتضاف لك في السيزون الجديد ده كل المقصود بالنقطة دي مش معناه النقط اللي انت جمعتها طول السيزون ان هي هتتضاف لك في السيزون الجديد تمام يا ريت تكون الفكرة وصلت ان تراكم الاربي ده بمعنى ان بين فترة قفل السيزون مجرد ما السيزون يبقى عليه قفل النقط اللي بتجمعها بس هي اللي بتجيلك السيزون اللي بعته مش النقط اللي انت جمعتها طول السيزون نفسه طيب بالنسبة ان الريال باس لسه موجود شغال لغاية دلوقتي فكل اللي عليك لو انت عندك نقاط زيادة بس تتأكد انك صرفتها قبل ما السيزون يخلص لان هي مش هتفضل معك للسيزون الجديد على ما اغلبية الناس شرحت تمام يا ريد تكون الفكرة وصلت ان النقاط التراكمي دي ازاي بتتحسب